وينتظر الشعب السوداني أن تحل كل المشكلات التي تواجه قضايا معاش الناس والتي كانت من أهم أسباب قيام ثورة التاسع عشر من ديسمبر حيث مرت مئة يوم من تشكيل حكومة الفترة الانتقالية بقيادة حمدوكا ولا تزال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على حالها بعد مرور مئة يوم على تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك تواجه الحكومة عددا من القضايا والمهام السياسية والاقتصادية المعقدة وتسعى جاهدة إلى إنجاز بعض منها وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات التي تصب في اتجاه تحسين العلاقات الخارجية بجانب السعي لتخفيف الدقوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن فأعتقد أنه مفروض نقيس نجاحها بحسب تحركها وما ننتظر منها نتائج فورية لأنه زي ما ذكرت لك أنه الدمار الاستمرار لفترة كبيرة قد يكون على سيد رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك أنه يراجع بعض الوزرات الأداها مفروض يقاس بالليام مثلا وزارة الزراع وزارة التجارة والصناع أعتقد أنه الوزارتين والسرع الحيوانية أعتقد أنه الوزارات دي لسع أداها بسيط لا اللحظة دي ما لاحظنا يعني قرار يخذنا في الاتياح الصحيح ووصف مراقبون أداء الحكومة بعد مرور مئة يوم بأنه أقل من التطلعات حيث تتفاقم الأزمة الاقتصادية وما تبعها من ارتفاع في أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة الأمر الذي نعكس على حياة المواطنين الذين علقوا آمالا كبيرة على الحكومة الانتقالية في تحقيق طموحاتهم في العيش الكريم جهود حكومة حمدوك تغاصرت كثيرا عن طموحات وعن الممكن الذي كان يمكن أن تبع له لأنها اختارت وزراء لم يواكبوا مطلوبات الثورة ولا التغيير لا أسباب كثيرة لكن أختارها الذي ارتبط بضعفهم ومدى استيعابهم لفكرة التغيير وإمكانية ووسائل هذا التغيير المزألة الثانية على المستوى السياسي الداخلي الحكومة عجزت حتى الآن خلال فترات طبيلة ومعها مجال السيادة طبعا في مزألة السلام فيما يرى البعض أن الحكومة الانتقالية وخلال الفترة الماضية بدأت خطوات مهمة في سبيل القروج بالبلاد إلى المسار الصحيح حيث تعمل على تهيئة المناخ الاقتصادي وفتح الأبواب للتعاون مع المجتمع الدولي بجانب سعيها نحو تحقيق السلام طيبة لحياة طيبة